بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله والصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل ما علمتنا وما تعلمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا وأنت أكرم الأكرمين نأتي إلى المقطع الأكثر أهمية أو من أكثر المقاطع أهمية ولعله هو يعني بيت القصيد ونقطة النظام في هذه القصة لأن الله ضرب لنا أبلغ المسل وكان فيها هذه اللقطة أو هذا الحدث أبلغ المسل في التعفف عن الحرام قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واثتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين هنا ينتهي هذا الموقف وهذا المقطع ليبدأ مقطع آخر من هذه القصة وراودته المراودة هي طلب من إنسان لآخر بلطف ورفق الزبون يقول للتاجر أتبيعني أتبيعني هذه بعشرة التاجر يقول والله أبيعك يا بطناش يا أخي إدعاش حلوة يلا خذوا بعشرة هذه اسم إيش؟ المراودة ويمكن أن تسمى المساومة وقيل بعض اللغة أو النحويين قال المساومة في الأشياء المادية والمراودة في الأشياء المعنوية فعندما يكون هناك سلعة شيء له قيمة مادية نسميه شو مساومة وربما تستعمل هذه في هذه وهذه في هذه راودته التي هو في بيتها انظر إلى البلاغة القرآنية ما قال وراودته سيدته مع أنه هي بحكم العراف الاجتماعية هي سيدته زوجة السيد سيدة وهو غلام مشترى بالقروش من قبل زوجها خادم في بيتها لكن الله حفظا لمقام يوسف ما قال سيدته قال بعبارة واحدة أشار فيها إلى معنيين قال وراودته التي هو في بيتها هي صاحبة البيت وهو خادم عندها وضيف عليها ليس له من الأمر في البيت شيء والأمر في البيت إليها إذن هنا حفظ مقام يوسف ما قال سيدته وبين شدة تأثيرها عليه فقال التي هو في بيتها يعني المفروض أن يستجيب لها المفروض أن يطيع أمرها المفروض أن يوافقها في رغباتها شوف الموقف هذا مع كل وهي التي راودت الأصل أن الزكر هو الذي يراود الأنثى هو الذي يتحرش بالأنثى هو الذي يسعى إليها هو الذي يطلب رضاها هو الذي يتزلل لها لتعطيه ما يريد من اللي حطه في دماغه لكن هنا انقلبت ليس هو الطالب هو أصبح المطلوب وعكس الفطرة وعكس القوانين الاجتماعية هي روادته الله أكبر ليس فقط مراودة وروادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب المرأة تعرف بيتها جيدا وتعلم متى يخل هذا البيت زوجها خرج ليمارس السلطة والعمل في قصره هناك أصبحت هي ويوسف وطبعا يبدو أن هذا سبقه محاولات قبل ذلك وإحاءات ونظرات وغمزات وحركات وكلمات لكن يوسف أبى فوصل الموضوع إلى زروته أن اغتنمت أن البيت فارغ وهي تعرف برنامج البيت غلقت الأبواب من الداخل وهي فقط ويوسف داخل هذه الأبواب المغلقة وليس المغلقة لو قال غلقت الأبواب ربما أجافتها يأتي واحد من الخارج يفتحها لا غلقت أجافتها وجعلت لها قفل من الداخل لا يستطيع أحد من الخارج أن يدخل يعني أصبح الجو مهيئ تماما آمن جدا لارتكاب هذه الفعلة الفاحشة الشنيعة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه أي ليفعل معها الفاحشة ويتصرف معها كما يتصرف الزوج مع زوجته وغلقت الأبواب وقالت وقالت هيت لك أنا مهيئة لتفعل معي ما يفعله الزوج مع زوجته يعني هل تريد إغراء أكثر من ذلك؟ هل تريد ظروف مواتي لفعل الفاحشة أكثر من ذلك؟ امرأة ذات منصبا وجمال زوجها ثاني أقوى رجل في البلاد وجميلة جدا وهي التي طلبت وهي التي أغلقت الأبواب غلقت الأبواب وهي التي هيأت وقالت أنت فقط أقبل هل أم تعال وهو عبد في بيت سيد وهو غريب وهو في بيتها الله أكبر ومع ذلك كله قال معاذ الله هذا فعل لا أفكر فيه ولن أفعله الله أكبر هذه الكلمة هي التي تعطي للإنسان قيمة إذا سار الإنسان وراء شهواته فهو دابة كبقية الدواب بهيمة كبقية البهائم البهائم في الطرقات هل تستعف؟ فالإنسان إذا فعل ذلك فهو دابة من الدواب ولكن إذا قال معاذ الله وأبى أن يشبع شهوته وغريزته إلا بالحلال هذا هو الإنسان قد أفلح المؤمنون من جملة صفات والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أي الذي أحله الله فإنهم غير ملومين أقضوها هناك لا لوم عليكم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هذين الطريقين النظيفين المطاهرين لقضاء الشهوة ما سوى ذلك فأولئك هم العادون قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون إنه ربي إما أنه يقصد الله عز وجل فهو الذي حفظه من إخوته وهو الذي جعله يأتي إلى القصر مكرما في مصر أحسن مسواي وإما وهو الأقرب أنه سيدها زوجها إنه ربي هو بعد أن أكرمني وقال لك أكرمي مسواه أنا أكافئه بهذا الإكرام بأن أخونه مع زوجته حاشا لله هذا لا يكون إنه ربي ويجوز أن تقول ربي بالنسبة بمعنى سيدي أما الرب لفظ لا يطلق إلا على الله أما ربي هذه فيها نسبة ربي أنا يعني ممكن سيدي أنا رب الدار نسبة نسبنا الرب إلى الدار رب العربية دي منه هذه إذا كانت مضافة أو منسوبة لا بأس وإن كان الأولاء الإبتعاد عنها الآن في زمن كسر فيه الجهل حتى لا يظن بك السوء ورحم الله امرأى جبل مغيبة عن نفسه لأنه ليس كل الناس يعلمون أنه يجوز أن تقول ربي أو ربكم أو إذا كان بالإضافة مثل رب الدار رب هذه الأرض إلى آخرين على الحالتين إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون أنا إذا كان ارتكبت هذا هذا الفعل معك ربما أرضيتك ربما أرضيت غريزتي غريزتي ولكني أصبح ظالما لأني كافأت الإحسان بالخيانة سيدي أحسن إلي فخنته هذا ظلم وظلم من أبشع أنواع الظلم قال ولقد همت به أما همها به فمعروف وواضح لا يحتاج إلى شرح ابنه ما هي قالت هيتا لك هي التي أفصحت عن همها هذا لا شرح له وهم بها هنا المشكلة العويصة التي وقع فيها كثيرون بالخطأ من السابقين واللاحقين وهم بها لو لا أرأى برهان ربه والآيات كلها تدل على أن يوسف ما هم بها بالفاحشة إطلاقا لكن تحتاج إلى تمع عندما تقول لي قصة أنت مثلا والله بينما أنا في الدار خرجت أمامي أفعى سامة وهمت بي وهممت بها هل يعني ذلك أن همها يشبه همك وأن همك كهمها هي همت بي أن تلتغني وأنا هممت بها أن أفر منها أو أن أقتلها فهذا هم وهذا هم ولكن هل يستوي الهمان؟ صحيح ولقد همت به وهمها معروف هي أفصحت هيت لك وهم بها هما يليق بمكانته كنبي بعض الروايات التي أخذت من الروايات الإسرائيلية وما أكثرها قال أنه حل تكة سرواله وجلس منها مجلس الرجل حاشا لله هذا لا يفعله أحد أفراد المؤمنين كيف يفعله نبي لكن همت به بالفاحشة وهم بها أن يضربها ليدفعها عن نفسه أو أن يهرب منها شوف هلأ نحن قبل قليل قلنا إن أنزلناه قرآنا عربية ربنا قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه لولا حرف امتناع لوجود ولو حرف امتناع لامتناع فعندما أقول لو لم تأتني لأتيتك ولكنك أتيت إليه فلم آتي إليك فهمنا فهنا لو وهم بها لولا أن رأى برهان ربه في تقديم وتأخير يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها بالفاحشة ولكنه رأى برهان ربه بما عصمه الله من قوة الإيمان ومن عصمة النبوة فما هم بها هم الفاحشة الذي همت به إذن الهم هنا إذا أردت أن يكون هم الفاحشة ربنا بصياغة اللسان العربي قال لم يقع هم الفاحشة وهم بها لولا أن رأى برهان ربه لكنه رأى برهان ربه فما هم بها هذا المعنى العربي ما تحتاج قضية إلى رواية وهم بها تقديم تقديم مؤخر هي الأصل أن نقول ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها لكنه رأى برهان ربه فما هم بها وإن شئت فقل أن همه غير همها وهذا الذي قاله القرآن واستبقى الباب يعني هم أن يفر منها وأن يدفعها عن نفسه بقوة لكن الله صرف همه أن يدفعها بقوة لأنه لو أصابها مكروه لكان حج لها أرادني على الفاحشة فامتنعت فضربني لذلك ربنا صرف همه عن أن يضربها أو يدفعها وجعل همه في أن يسرع للهروب منها ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء لو أنه ضربها والفحشاء ما أرادته منه إنه من عبادنا المخلصين شايف كلمة عبادنا المخلصين هون هي تبرئة لسيدنا يوسف كيف الشيطان عندما قال لله عز وجل بعد أن طرده الله عز وجل من الجنة وأنا الآن أستخدم آيات أو أتلو آيات سورة صاد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين صح؟ إلا عبادك منهم المخلصين وربنا هنا قال أن يوسف من عباده المخلصين إذن ليس للشيطان عليه سلطان فكيف يهم بها بالفاحشة يا جماعة أرجوكم انظر كيف أن صياغة هذه الآيات كلها في ثلاثة مواضع تبرئ سيدنا يوسف وهم بها لو لا أن رأى برهانا ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء السوء لو أنه ضربها كيف عبد يضرب سيدته ولنقلب هذا الضرب حجة لها أنه هو الذي أرادها بسوء والفحشاء فيما أرادت منه إنه من عبادنا المخلصين أي الذين ليس للشيطان عليهم سلطان هذه ثلاثة براءات في آية واحدة ثم يأتي أحد يقول والله هم بها ثم غير رأيه يا أخي هذا تناقض كيف هو عند الوهلة الأولى يقول معاذ الله بعدين غير رأيه ما هو يعني أعظم مفاجأة هي عند اللحظات الأولى فجأة رآها عارية أمامه والأبواب مغلقة وقالت هيت لك وهو في تلك الفجأة شاب في منتهى الحيوية مفعا بالنشاط قال معاذ الله بعد ذلك غير رأيه وهم بها يا رجل هذا في تناقض أصبح في القرآن لذلك معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون فهمت به أي أن تشده شدا عنيفا إلى الفراش وهم بها أي بضربها لدفع عنه لولا أن رأى برهان ربه فامتنع عن ضربها كذلك لنصرف عنه السوء لو أنه ضربها والفحشاء أن لا يجامعها ولا يزن بها إنه من عبادنا المخلصين والمخلصين ليس للشيطان عليهم سلطان باعتراف الشيطان نفسه إلا عبادك منهم المخلصين هدول ما في إلي سلطان عليهم واستبق الباب استبقاه أي المسابقة وقعت منه الإثنين وقدت قميصه من دبر الله أكبر يقول ابن عباس إذا غلبت الشهوة على الإنسان فقد سلسي عقله إذا سيطرت الشهوة على البني آدم تلتين عقل شو بطير والنساء ناقصات عقل ودين خاصة في هذه القضية فلما غلبت الشهوة على المرأة لم تعد تدري ماذا تفعل فعندما أهانها برأيها غاية الإهانة يوسف وامتنع عن تلبية مرادها انتقلت من المراودة إلى الهم إلى المسابقة إلى قطع القميص هو سبقها في الجري فأرادت أن توقفه فقدت أمسكته من قميصه من الخلف فلشدة جريه ولشدة جذبها تقطع القميص يا رجل والقمصان تبع ذاك الزمان كانت قمصان أصلية يا بابا مش قمصان فلن الله تبعنا دي ميدئن كذا وميدئن كذا ما بدناش نذكر أسماء تعملها كده ولد صغير بقدها والقد هو القطع طولا والقط هو القطع عرضا أمسكت به فقطع القميص مع أنه قميص أصلي كتان أو صوف مية المية لكن لشدة الجذب وشدة الجري وقدت قميصه من دبر وشاء الله وألف يا سيدها لدى الباب ما إن نجح يوسف بفكه وفتح مغاليق الباب وفتح الباب وإذا بالسيد أمامه أي خزي أكبر من هذا لهذه المرأة اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وفي هذا القدر كفاية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والصحبه والحمد لله رب العالمين وفتح اشتركوا في القناة